اشتركوا في القناة منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 233 دقيقة من صباح اليوم الاحد بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة العواء وهي منزلة جيدة للربح والحرية والزواج بما ان القمر موجود في برج العذراء معناته منعود الان لطبيعتنا الجادة مننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما بنترك واردة او شاردة دون تفحصها بنجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام وبنشعر انه الناس شحيحون في عطاهم ماديا معاطفيا ممكن في هاي الفترة ننتقد انفسنا او نتوهم امراض ما الها اي وجود يعني وسواس بمعنى اخر هاي افضل فترة لتخلص من عادة سيئة كالتدخين شرب الكحول المسكنات المهدئات وبوسعنا اقتناء حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للزوايا اللي اليوم طبعا كل الزوايا هي زوايا بطيئة ما في اي زوايا مع القمر اليوم متصلة كلها زوايا منفصلة مثل القمر مع زحل او اللي هي اللي بدها تصير بكرة فعشان هي كل الزوايا اليوم هي تأثيرات زوايا بطيئة اول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التزديس الايجابية بين الزهرة وبين المريخ بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة طبعا هاي زاوية تأثيراتها لغاية يوم ستة ثمانية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين المريخ وبين اورانوس يعني احداث عنيفة مفاجئة تيجي في هاي الفترة طبعا هاي زاوية تأثيراتها لغاية يوم خمسة ثمانية بيكون لدينا تردد وخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الاطوار وعنيفين وبتسببنا شقاقات عاطفية او البعض برضو ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين ضعف وعدم القدرة اما بالنسبة لدوليا فهاي بتدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات او وقوع طائرات احداث اللي علاقة بالسك الحديد زلازل عواصف ممكن يقع نوع من انواع التمرد او الانقلاب عسكري او يتم عزل احد القادة او قتل احد القادة الكبار او بتشهد هاي الفترة مظاهرات او ضربات في قطاع صناعة وصحة او برضو ممكن يصير فيه شيء لقمع الحريات وبتشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية او جنسية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي حكينا زاوية منفصلة ورح تضل منفصلة ما رح تصير متصلة طبعا تاثيراتها لغاية يوم اثنين تسعة هي بتسبب عودة وضعية الوضعية هاي بتدعم وضعنا بشكل قوي بالنسبة لليوم طبعا في عنا ذروة زاويتين الزاوية الاولى هي زاوية تقابل سلبية بين عطارد وبين زحل وهي رح تكون دروتها ساعة ستة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية تاثيراتها لغاية يوم واحد ثمانية هاي زاوية بتسببنا نوع من انواع التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا تجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للارهاق واللي ممكن انه يضر بصحتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة ايضا هي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعا ذروتها الساعة عشر وخمس وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش هاي زاوية تاثيراتها لغاية يوم خمسة ثمانية بتدفع بحضودنا بصورة عامة في شتى المجالات بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اللي لازم نوفرلها العناهي الإضافية خلال هذا اليوم البنكرياس، لمعاة الدقيقة، الأعور، القلون، الجهاز الهضمي، الاثنى عشر، المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل لكن دون الأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل وأيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن دون العيون اللي هي قص الجفون أو الأمور اللي إلها علاقة بالعيون يعني نحاول نبعد عن العمليات التجميلية اللي إلها علاقة في هذا الموضوع أما بالنسبة لإزالة الشعر الزائد فهذا اليوم لا يصلح ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم واحد ثمانية في تمام الساعة عشرة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي أي حتى صباح يوم الثلاثاء حتى تمام الساعة أربعة وخمس دقائق صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاث أيام في تمام الساعة أربعة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره أربع أيام نسبة الإضاءة خمسة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية طبعا سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية طيلة اليوم القمر في العذرة حتى يوم ثلاثة واثنين ثمانية هو الآن منتحس بنسبة خمسة عشر في المية ولكن في ساعة تقريبا العصر بصير سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية يعني بصير متصاعدة من خمسة عشر في المية عشرة في المية خمسة في المية يعني ساعات الصباح بعدين بصير ترتفع في ساعات الظاهرة اللي هي بتبلش سعيدة عطارد في الأسد حتى يوم 4-8 منتحس بنسبة 60% الزهرة في السرطان حتى يوم 11-8 هي الآن سعيدة بنسبة 15% ولكن في ساعة المساء بترتفع نسبة السعادة لـ 45% المريخ في الثور حتى يوم 20-8 منتحس بنسبة 50% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم القمر استقر في البيت السادس لأيكم في برج العدراء فعشان هيك بيتركز اليوم كله على العمل وعلى الصحة حاولوا أن تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم راحتكم ممكن تشعروا ببعض الإرهاق بسبب كثرة الأعباء أو كثرة الأعمال اللي موجودة لدرجة أنه ممكن تعملوا لساعات إضافية نظموا عملكم بشكل جيد حاولوا أنكوا ما تهملوا واجباتكم اليوم ما تحاول أنك تعمل عملين في نفس الوقت على أساس أنك تقدر تنجز أعمالك بشكل جيد وبرضو اليوم بدك تحاذر من التبذير وتبذير الأموال ما توقع على أي قرارات مالية قبل ما تراجعها أو تستشير أصحاب الاختصاص صحيح أنه في معالج إلى بعض المسائل المالية أو مكاسب مالية أو أنك تنهمك ببعض المسائل المالية خلال هذا اليوم ورح تجد بعض الحلول لأمور الحلاقة بالفواتير المتوجبة عليك أو بعض الالتزامات أو الدفعات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم القمر موجود في البيت الخامس يعني طاقة عالية جدا موجودة عندكم اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وبرضو بإمكانكم اليوم تعزيز العلاقة مع أحباكم أو تواصل معهم أو حتى مع أبنائكم هي كلها الأحباء اللي بتيجي على كل مشتقاتها واليوم برضو ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة حاول تصحح الانطباعات عنك بشكل جيد وحاول أنك تثبت للمشككين طاقتك قدرتك حيويتك جمالك رغبتك عاطفتك كل الأمور هاي اليوم بإمكانك استغلالها ما تستسلم للضغوط قبل تحقيق إنجازاتك ثابر بكل ما أتيت من قوة خلال هذا اليوم لكسب الدعم الفلكي الموجود كمان اليوم هذا بساعدك لممارسة هواية أو ترفيه أو تغيير جو أو حتى أمور اللي إلها علاقة بالتجميل برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم القمر موجود في البيت الرابع يعني الاهتمام رح يكون في البيت في العائلة صحة أحد الأحبة الأقارب اجتماع لقاء مشكلة حوار إلها علاقة بالعائلة أمور إلها علاقة ببيت استئجار بيت عقار مكان إقامتك مكان سكنك الرج على بلدك الأم يعني بتتعلق بكل هاي المسائل اللي أنا ذكرتها اليوم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم إش إنك تهدئ من روعة توقف عن التفكير قليلا ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم إش إنك ما تختلق المشاكل لا تخالف الرأي العام لا تناقش بجفاء بل ناقش بليونة تامة برضو في بعض المسائل المالية اللي ممكن تظهر على الساحة اليوم أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالصحة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر صار موجود في البيت الثالث لا إلكم فعشان هيك اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر القصير طبعا ما بين المحافظات أو تنقلات من مكان لمكان اتصالات كثيرة عندكم بشكل كبير وهذا يوم برضو مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة برضو ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار أو صير تعاون ما بينك وبينهم بتكثر عندكم التنقلات والحركة والتواصل فترة ممتازة جدا العقد مؤتمر أو القيام برحلة أو امتحانات أو مقابلات أو ترويج لعمل أو لسلعة معينة الأمور اللي إلها علاقة بالتجارة برضو ممتازة أهم إشي أنك ما تكثر من المطالب وتجنب اعتماد أسلوب فضل وابتعد عن التحديات مهما كانت الظروف الأجواء إيجابية جدا حتى على مستوى أمور الهالاقة بالإلكترونيات بالسيارات فيه اهتمامات في شتى المجالات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم القمر موجود في البيت الثاني يعني أمور إلها علاقة بالمال الأموال مكسب مالي تنظيم ترتيب وضع مالي معين أغلب المكاسب بتيجي هي عادة في هاي الوضعية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات هدايا دعم هاي النوعية أو الاهتمام بالأمور اللي إلها علاقة بالفوتير والدفعات يعني شوية بتنهمك بهاي المسائل بتكونوا حذرين من النطقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع مالي زي ما حكينا أهم شيء هما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك كون عاقل ومتيقد قبل التوقيع على العقود وحاول أنك تحدد أهدافك بشكل دقيق برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم تبدأوا مرحلة جديدة وهذه المرحلة رح تستمر معكم الأسبوع هات والأسبوع بداية الأسبوع القادم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم نشاط عالي جدا حيويتكم بأوجهة ملفتين للنظر لأحباءكم مع واطفكم جياشة بتقدروا اليوم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم أمر أو قرار جديد بتفرح لانفراج لتسوية أو لتطور أمر ما تلفت نظر الآخرين لإلك بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك أي مفاوضات اليوم بتنتهي لصالحك طبعا في أمور كثير ممتازة على مستوى المقابلات التنقلات الاتصالات على مستوى الشراكة وتعزيز الشراكة يعني الأجواء تقريبا بكل المجالات إيجابية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب ورح يستمر معك لغاية بكرة بعد بكرة فعشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان إنك تمشي هاي الأيام بشكل روتيني أعمالك الروتينية ما تبادر بأي عمل جديد أو مهم أو تتخذ قرارات حاسمة هاي فترة يعني فيها بعض الضغط على أمور إلها علاقة بالصحة بالعمل حاول إنك تنجز أعمالك المتراكمة ممكن شويه تنوع من الكآبة الإحباط الوسواس هاي فترة فيها إرهاق وتقاعص دائما القمر لما بصير في بيت المتاعب هذه الظروف بتمر يعني كل شهر بتتكرر نفس التأثيرات هاي لما بصير القمر موجود بالعذراء حاول إنك تبتعد عن الأجواء الصاخبة الأماكن المكتبة ابحث عن الهدوء عن السكينة غذائك أدويتك راحتك هاي أهم شيء أو تقرب من الناس اللي طاقتهم إيجابية أو يعني الجلسات اللي ممتعة شويه برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً التركيز كله رح يصير اليوم على المستوى الاجتماعي بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق منكم أشخاص ممكن يشاركوا بمناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفل لقاء جمعة هيك بيتطلب منكم اليوم خود تجربة اجتماعية جديدة أو مهمة فبتتاح لك الفرصة برضو لغربة لتمعرفة الصديق من الحدوء في هاي الفترة أهم إشي حاول أنك تظهر انفتاح واهتمام الأجواء جيدة حتى على مستوى استغلال علاقاتك معارفك بواسطة دعم بمسألة معينة هاي الأمور جيدة جداً بالنسبة لك برضو الأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والاجتماعات يعني على كل شيء له علاقة بالمستوى الاجتماعي فاليوم هذا ممتاز برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً هذا اليوم القمر موجود في بيتك العاشر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وحلاقاتكم بالمسؤولين في مكان العمل عشان هيك اليوم حاول إنك ما تدخل بأي مواجهة مع مسؤولينك في العمل وبرضو حاول إنك تنجز أعمالك بشكل كامل ما تقدم أعمال ناقصة اليوم ممكن بحض موليد برج القوس يتلقى عرض أو يجد نفسه في موقع مهم فعشان هيك دك تكون جاهز ومستعد وعند حسن الظن عشان تكسب قدر الإمكان من هذا الموضوع أهم شيء إنك تتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية الأمور اللي إلها علاقة بمخالفة القوانين والمجازة فيه ابعد عنها تماما ما تشوه سمعتك اليوم بدك تعمل أي شيء رح يكون هذا الشيء بنعكس إما على رفعتك أو على منصب أو على ترقية وترفيع أو على أمور إلها علاقة بفصلك وطردك وإنذار وأمور فأنت بدك تكون جاهز عشان تحقق نجاح مش تأخذ ما خاسر برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا القمر الآن صار في البيت التاسع لإلكم فبيت قوي جدا حضوض قوية لازم تستغلوها بتنشطوا في مجال الدراسة السفر البعيد الاتصالات البعيدة العلاقة مع الأجانب نشطين جدا بسرعة البديهة بالحركة عنك قدرة على تحليل الأمور والنقاش بالمسائل الفلسفية المسائل الدينية بتشعر بقوة عاطفة عالية جدا وتجاوب أحباءكم معكم ممكن تفرحوا لإنفراج ملموس في مسألة ما وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مبارك اليوم أو تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لإلتقاط أنفاسك بعد العواصف فعشان هيك لازم اليوم تستغل بكل طاقتك هاي الأمور اللي موجودة اللي كثير منها رح يكون لصالحك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة القمر صار موجود في البيت الثامن يعني تحرك عن مقابلتكم تماما فبتتركز الأمور كلها على الأمور المالية الأمور الصحية أمور إلها علاقة بتركة ميراث إلك أموال بتحاول تحصلها علاقتك مع الشركاء خلاف معين بتحاول أنك تحله والفرصة متاحة لمكسب ولكن قدر الإمكان بتكتخففه من النفقات المتصاعدة وحاولوا أنه في هاي الفترة ما تكفلوا أي حد اطلب رأي الشريك أو رأي الأشخاص دول اختصاص قبل التمسك بقرارك أكيد اليوم في بعض المسائل المالية اللي أنت رح تنشغل فيها هموم ممكن تكون لها علاقة بالصحة بدفعات فواتير وضع مالي وضع عائلي وضع بيتي باستطاعتك بحث موضوع برضو إلو علاقة بالقرد أو قرد أو تمويل أهم إشي أنك اليوم ما تهمل التفاصيل إذا ما أهملت التفاصيل معناته لأمور لصالحة برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا القمر صار موجود مقابلكم تماما يوم يعني ما بنحكي إيجابي مية في المية ولا سلبي مية في المية الأول بند منه بما أن القمر مقابلك معناته هاي فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في العاطفة أو مع الأحبة تقرب من الوالدين تنقلات اتصالات حوارات اجتماعات امتحانات كلها هاي نقدر نحكي فيها أشياء إيجابية لا إلك ولكن القمر بما أنه مقابلك تماما معناته في طاقة ضعيفة موجودة عندك عشان هيك نقول لك في خلال هذا اليوم ما توقع على عقد دون مراجعة تفاصيل أو استشارة أصحاب الاختصاص وحادروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي أن كان ابعد عن المشاكل وقدر الإمكان لأنه قصمك في هاي المرحلة دائما بيكون أقوى منك وممكن تشتد المنافسة بينكم زيادة عن اللزوم وبرضو حاول أنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير مودان استغل الأمور الإيجابية اللي ذكرناها في البداية فهي لصالحك أما التحذيرات فهي عشان تحتاط وتكون بأمام هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر